موسيقى اهلا بكم بالنشرة الافتصاد نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية والبداية بأبرز عنوينها موسيقى النفط يعوض خسائر الجمعة البرانت يكسب اربعة دولارات في تداولات الاثنين والاسواق تترقب تداعيات اوميكرون ومحادثات النووي الايراني موسيقى في اول تجربة من نوعها عالميا الجزائر تدرس تصدير الوقود الاخضر عبر انبيب الغاز وصراكة استراتيجية بين سونتراك واني لتجسيد الخطوة موسيقى في ذروة موجة انهيار حاد للاسواق العالمية اسهم شركات لقاحات كورونا ترتفع وارباح قياسية لفايزر ومودرنا موسيقى وفي النشرة تتابعون تساقط الامطار يبعث امال الفلاحين الجزائريين موسيقى اهلا بكم من جديد في المستهل ارتفعت اسعار النفط في تداولتها الاثنين معرضة نصف خسائرها التي منيت بها في جلسة الجمعة الفارض وارتفعت العقود الاجلة لخام القياسي برانت باكثر من اربعة دولارات بزيادة لامست ستة في المئة لتصل لسبعة وسبعين دولار للبرميل بعد تراجعها بنحو عشرة دولارات الجمعة الماضي في المقابل ارتفع خام غرب تكسالس الوسط الامريكي باكثر من خمسة دولارات ليصل الى خمسة دولارات ليصل الى ليصل الى ثلاثة وسبعين دولار للبرميل بعد ان تراجعت بنحو احد عشر دولار في الجلسة السابقة هذا اعلنت منظمة الولدان المصدرة للبترول تأجيل اجتماعين فنيين كان من المقرر عقدهم هذا الاسبوع لاعطاء اللجان المزيد من الوقت لتقييم اثر انتشار سلالة كوفيد الجديدة قالت وكالة بلومبرغ ان المنظمة ستؤجل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة ليوم الاربعاء على ان تجتمع لجنة المراقبة الوزرية المشتركة والتي تضم ممثلين عن اوبك بلاس لاوسع نطاقا لمنتجي النفط الخمسة المقبل هذا ورفعت روسيا اتخاذ اي اجراء عاجل لمواجهة الانخفاض الحاد الذي لاحق باسعار النفط في الوقت الراهن وقال نائب رئيس الوزراء الاكساندر نوفاك ان بلاده ترى انه لا حاجة لاجراءات طارئة في سوق النفط قبل ان يضيف ان شركة اوبك بلاس لم يطلبوا اعادة التفاوض بشأن اتفاق الانتاج استجابة لتفشي متحور فيروس كورونا الجديد في شأن طاقوي اخر نصبت وزارة الطاقة الجزائرية هيئة محلية مكلفة باعداد سراتيجية وطنية للهيدروجين والوقود الاخضر بيان عن الوزارة الجزائرية اوضح ان اللجنة المكونة من ممثلين المحافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ومجمع سونالغاز ستتكفل بتطوير خارطة الطريق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين في الجزائر هذا وبادت الجزائر على اعتاب مرحلة مفصلية في تاريخ قطاع الطاقة بالاعلان عن نواياها لتصدير الوقود الاخضر باستخدام انبيب تصدير غازها نحو اوروبا بالتزامن مع الكشف عن عزمها تخفيض صادراتها من الغاز الطبيعي الى ايطاليا بالربع الى ايطاليا لتعويضا للهيدروجين الاخضر في اول تجربة رائدة في العالم الوقود الاخضر يدخل سلة صادرات الجزائر من المحروقات ضمن تحول جدري يمهد لتصدير الهيدروجين نحو اوروبا انطلاقا من الجزائر باعلان اين الايطاليا العملاقة تنازل عن جزء من حصتها في شركة تسيير الانبوب النقل الغاز الجزائري عبر الاراضي تونسية في صفقة قدرت قيمتها بنحو نصف مليار دولار العقد المبرمع مواطنتها سنام يستهدف عبرها عملاق الطاقة الايطالي توفير موارد مالية اضافية لتخطية نفقات الانتقال الطاقوي الذي تنشده اكبر شركة غازية في جنوب اوروبا بالتأسيس لكيان جديد تحت مسمى نيوكو يكلف بتسيير المنشأ الغازية مع تكيف خدماته بنقل الوقود الجديدة مسعى مهادت له مجموعة سونطراكا الجزائرية وإيني الإيطالية بهدف تحويل شمال إفريقيا لمركز نقليمي لإنتاج الوقود الأخضر لتكون بذلك الجزائر أول دولة تشرع في دراسة إمكانيات تصدير الهيدروجان عبر خطوط أنبيبها العابرة لأوروبا تحول استراتيجي ورائد يستند على تعويض ربع صادرات الغاز نحو إيطاليا بالوقود الجديد ضمن مساعي أكبر شركة اقتصادية في إفريقيا لتسريع وطيرة انتقالها الطاقوي بإطلاق شراكة استراتيجية بين سونطراك وإيني الإيطالية تتضمن تقييبا مشترك لجدوى إنتاج الوقود الحيوي الهيدروجان والطاقات المتجددة في شأن طاقوي آخر حققت شركة غازبروم الروسية أرباحا إضافية قياسية في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية لمست عشرين مليار دولار وزادت لإرادات لأكبر مجموعة طاقوية روسية بأكثر من الضعف خلال الفترة المرجعية بارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 137% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وتتوقع غازبروم أن تجني المزيد من الأرباح خلال الربع الرابع من العام الجاري مدعومة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والتي تواصل تحقيق معدلات قياسية في أوروبا وكذلك في أسيا كشف الرئيس الصيني شي جينج بينغ عن استحداث صندوق استثماري لتمويل المؤسسات المالية الأفريقية بقيمة عشرة مليارات دولار جينج بينغ وخلال كلمة الألقاها عبر تقنية التحاضر المرئي في افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الأفريقي الصيني فكاك التزم بضخ ما لا يقل عن عشرة ملاير دولار كاستثمارة صينية مباشرة في القارة السمراء في غضون السنوات الثلاثة المقبلة المنتدى المنظم بالعاصمة السينيجالية داكار تحت شعار تعزيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشترك سيكون فرصة للجانبين لتقييم تنفيذ نتائج متابعة قمة منتدى بكين الفين والثمانية عشر والوحدة الصينية الأفريقية في مكافحة جائحة كورونا تواصل أسهم شركات إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مستويات قياسية في ذروة موجة التراجع الحاد في أسواق المال بفعل انتشار السلالة الجديدة من الفيروس ونجحت مجموعة فايزر الأمريكية في زيادة قيمتها السوقية بأكثر من سبعة عشر مليار دولار في حين ارتفع سهم موذرنا بنحو تسعة في المائة في تداولات الأثنين في ذروة الانهيار الحاد للبرسات العالمية تصنع شركة إنتاج اللقاحات الاستثناء لتكون أكبر الرابحين في موجة عنيفة خلفها ظهور سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا مجموعة فايزر الأمريكية تصدرت قائمة الرابحين بارتفاع قيمتها السوقية بنحو ثمانية عشر مليار دولار في جلسة واحدة بعد أن ارتفع سهمها بأكثر من ستة في المائة في تداولات الاثنين سهم بيونيتاك حليفة فايزر في تطوير مضادة الفيروس التاجي قفز هو الآخر بأربعة عشر في المائة في ظرف أسبوع ليراكم أرباحه القياسية منذ بداية العام الجاري الذي ارتفع بنحو سبعة وأربعين في المائة مكاسب مرشحة للارتفاع على وقع الأنباء الإيجابية بشأن تتويج لقاح فايزر بلقب المنتج الدوائي الأكثر مبيعا في السنة وتوسيع استخدامه ليش منافئة الأطفال مع توقعات بتطوير لقاح جديد مضاد لسلالة الجنوب إفريقية في غضون مائة يوم على أقصى تقدير دولة مجموعة موديرنا سارت على نفس النهج محققة قفزة في سعر أسهمها بلغت واحد وعشرين في المائة في جلسة الجمعة الماضي في أحسن أداء يومي منذ بداية الجائحة مارس 2020 منحة صاعدي يتعزز بتصريحات لمسؤولين داخل المجموعة الدوائية الأمريكية بشأن قدرة لقاحها في تحييد أوميكرون بالتزامن مع اختبار لقاحات جديدة في غضون الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة قدرت منظمة السياحة العالمية خسائر السياحة خلال العام الجاري من جائحة كورونا بنحو تريليوني دولار ما يعادل الخسائر المسجلة في السنة الماضية المنظمة التابعة للأمم المتحدة وصفت تعافي قطاع سياحي عبر المعمورة بالبطئ والهش في وقت تكافح أوروبا زيادة في الإصابات بالفيروس ويواجه العالم متحورا جديدا المنظمة التي تتخذ من مدريد مقرا لها امتنعت اعطاء تقديراتها الكيفية لأداء القطاع في العام المقبل غير أنها اعتبرت أن توقعاتها على المدى المتوسط غير مشجعة بالعودة لشأن الجزائري أن عشت الأمطار الغزيرة المتساقطة في مناطق واسعة من شمالي البلاد أمال الكثير من الفلاحيين في تجسيد تسجيل موسم فلاحي وفير يعول المزارعون العاملون في شعبتي الحبوب والخضروات على الغيث لتدارك مفاتهم لإنقاذ محاصيلهم خلال الموسم الفلاحي الحالي ثلاثة أسابيع متتالية من التساقطات المطرية كانت كافية لإنعاش آمال أكثر من مليون فلاح بالجزائر في تسجيل موسم فلاحي وفير ويحدث القطيعة مع ثلاث سنوات من العجاف أمطار غزيرة مرفوقة بتساقط كميات معتبرة من الثلوج على المرتفعات الشرقية والوسطى للبلاد تزامنت مع حملة الحرث والبذر ما من شأنه تحفيز الفلاحين على الزرع تحسبا لحملة الحصاد والدرس ماي المقبل ولا كان يعني شفنا الأرقام المتدولة إلا كان شفنا غير هنا في منطقة الجزائر يعني الكميات المتوسطة السنوية اللي ما الفتح يعني في سنة طاحت في أسابيع يعني إن شاء الله إلا كان تمت يعني التساقط في وقت آخر يعني مثلا من جنوبي فيفري مارس إلا كان إن شاء الله كانت هناك أيضا كمية معتبرة لتسقط إن شاء الله نستطيع أن نقول أن الموسم الفلاحي سيكون جيدا إن شاء الله الكميات المتساقطة دون انقطاع يأمل القائمون على القطاع الفلاحي في البلاد على أن تدفع بالفلاحين المتأخرين في حرث أراضيهم للحاق بالموسم الزراعي بعد تسجيل خسائر معتبرة في الموسم الماضي جراء تراجع المساحات المزروعة نتيجة الشح المالي وانخفاض معدل المردودية بالنصف في الهكتار الواحد دائما عندما نقول عن الموسم الفلاحي دائما يعني نعني الحبوب لأن الشعب الأخرى يعني غالبا ما تستفيد من السقي ولكن عندنا هنا الحبوب اللي هي يعني محاصيل مطرية ولهذا فنحن دائما نقيس إنتاجها يعني بالموسم إلى كان جيد من ناحية الأمطار وستكون شعبة الحبوب أكثر الفروع الفلاحية استفادة من التساقطات المطارية خاصة وأنها مست مناطق تشكل أحواضا كبرى ورئيسية في إنتاج القمح القوت الأول للجزائريين وإذا كانت أمطار نوفمبر فأل خير وجرعة أكسجين بالنسبة لمنتج الحبوب إذ تعطيهم فرصة ثانية لبعث محاصيل القمح فإنها أدخلت الفلاحين في شعبة الخضار والفواكه في سباق مع عقارب الزمن بالنظر إلى اعتمادهم على الزراعة الموسمية الآنية في موضوع آخر توقع رئيس مجلس القمة العالمية للحلال يونس إيتي أن تبلغ حجم أسواق الحلال عالميا نحو ثمانية تريليونات دولار قريبا بزيادة تريليون دولار على المستوى الحالي إيتي وفي تصريحات أدل بها على هامشي قمة منتجات الحلال المتواصل في استنبولة تركيا توقع أن تتجاوز حصة التمويل الإسلامي نحو ثلاثة تريليونات ونصف تريليون دولار والأغذية والمشروبات تريليوني دولار والسياحة الحلال أربعمائة مليار دولار ومستحضرة التجميل مائتي مليار دولار وملابس المحجبات مائتين واربعين مليار دولار نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها النفط يعوض خسائر الجمعة البلانت يكسب أربع دولارات في تدولات الاثنين والأسواق تترقب تدعيات أوميكرون ومحادثات النووي الإيراني في أول تجربة من نوعها عالميا الجزائر تدرس تصدير الوقود الأخضر عبر أنبيب الغاز وشراكة استراتيجية بين سونطراك وإيني لتجسيد الخطوة في ذروة موجة انهيار حاد للأسواق العالمية أسهم شركات لقاحات كورونا تغتفع وأرباح قياسية لفايزر ومودرنا وفي النشرة تابعتم تساقط الأمطار يبعث أمال الفلاحين الجزائري إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر